وزي ما عودنا حضراتكم أحلى جمهور تركاية وحكاية أننا بنتابع آخر التطورات في مشروعاتنا القومية سواء اللي كنا غطناها قبل كده أو الجديدة علشان كده حنقول لحضراتكم آخر تطورات ونسب الإنجاز في مشروع نفق وكباري شارع 45 وفيه كمان خبر حصري لحضراتكم بخصوص التطورات في كورنيش اسكندرية وإيه اللي حيحصل الفترة اللي جاية بعد ما تشرفوني بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس على الكل علشان يصلكم إشعار بآخر التطورات والحلقات الجديدة لايك وقولولي في التعليقات حضراتكم كنتوا اللايك رقم كام علشان نعرف بعض أنا أخوكم وراد محمود ويلا نبدأ سيد اللواء محمد الشريف محافظ اسكندرية وسيد اللواء مختار حسين رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط في متابعة أسبوعية مستمرة للوقوف على آخر التطورات المشروع ولزيادة نسب الإنجاز واللي وصلت لحد دلوقتي 80% وما يتبقى من المشروع نسبة 20% حيتم تنفذها خلال الشهرين القادمين ومن المتوقع الانتهاء من المشروع ككل قبل بداية العام الدراسي الجديد حسب تصرحات السيد اللواء محمد الشريف أثناء مروره من حوالي 3 ساعات على موقع المشروع المشروع اللي حيحل أزمة مرورية كبيرة في منطقة ميامي وفي منطقة دخول وخروج شارع 45 عن طريق كباري ملفات تمر أسفل طريق الكورنيش من خلال نفق بالإضافة لأنفاق للمشاو كمان ممشى سياحي بطول 250 متر والجديد لحضراتكم أنه حيتم توسيع طريق الكورنيش بطول 5 كيلو متر بداية من فندق المحروسة وحتى المنتزى تم بالفعل توسيع الكورنيش بطول 600 متر داخل نطاق مشروع نفق وكباري شارع 45 وبكده بيتبقى 4 كيلو ربعمية متر حيتم توسيعهم الفترة اللي جاية ولما حضراتكم تشوفوا التنفيذ بيبدأ على أرض الواقع افتكروا من أنكم سمعتوا الكلام ده في تركاية وحكاية قبل أي حد لأنكم جمهور مميز اللي 4 كيلو ربعمية متر منهم كيلو سبعمية متر من نهاية مشروع 45 إلى المنتزى و2 كيلو سبعمية متر من فندق المحروسة وحتى شارع اسكندر إبراهيم انتظرونا في حلقات تانية كتير حنتابع فيها آخر التطورات وحتعرفوا الأخبار الحصرية مننا إحنا بس واشتركوا معنا في القناة وفعلوا زر الجرس على الكل علشان يصلكم إشعار بالحلقات الجديدة لايك وقولولي في التعليقات حضراتكم كنتوا لايك رقم كام علشان نعرف بعض وانتظرونا يوم الجمعة الساعة 9 مساء في لقاءنا الأسبوعي بس مباشر علشان نتكلم في آخر أخبارنا الجديدة وشكرا لكم